موسيقى 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 السلام عليكم خوتي الجزائرين والجزائريات مسلم عليكم بدرستنا دائما احنا في هنا اليوم حبيتنا ظاهر الموضوع موضوع الجواز الجزائري الجواز الجزائري وثيقة رسمية تمنحها يعني الحكومة لأي مواطن جزائري هناك هناك قضية وهي وجود عدد كبير من الجزائريين بدون جواز صفر وهي كأن الناس كانوا في الجماعة الإسلام مسلحة كما يقولون ونحاولهم الجواز هم معطارهم الجواز يعني موش محق السيد معطارهم الجواز هذا كان يعني 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 حق من حقوقه واجباته كجزائري الشيء اللي نهضر الي اليوم هو أخطر من ذلك فيه ناس كان نعطرهم الجوازات ونحاولهم هذا واحد ثاني الناس محرومين من الجواز الجزائري من جواز الصفر الجزائري يعني سؤال يعني محرج وسؤال يعني يوجع في القلب هذا يعني هذا يعني وش دار طفل هذا ولا البنت انك ما تعطلوش الجواز أنا كجزائري عندي الحق في الجواز الجزائري وبطبيعة الحال كين قانون وكين قضاء حسب هذا الشخص اللي دار أي حاجة يعني القانون فوق الجميع وعد شخص ولده والله بنته ما يدي الجواز يعني هذا نشوفه يعني ظلم في حق هذا الأبناء لأنهم يعني سبحان الله اول شي يعني واحد دار حاجة ما يقدرش يخلص واحد في بلاسه درتدتها حاجة لازم تخلصتها لكن لا يخلص بالداريجة كما نقول حتى وين كان داروا هذا الناس إذا داروا والقضاء يدب رأسوا معهم أما أن الناس ولادهم ما يعطلوش من الجواز يعني هذا سبحان الله ولا تازيروا وزراء أخرى يعني هنا سيد ما تعطلوش الجواز أوكي ليه ليش عنده أسباب بس حولدو ما يديش الجواز يعني هذه ما نشوفه أنا ما نشوفهش عدل يعني هذا الأمر ما هدروش عليه الناس لكن أنا نعرف الناس هنا يا لكل إهال ما عندهمش ما عندهمش الجواز ولادهم ما عندهمش الجواز جواز الصفر الجزائري يعني والله العيب في جزائر 2013 يعني أرض شهداء يعني حرية الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية يعني أرنا في الاستقلال واستقلينها واحد ولد واحد من هذا الناس ما عندهم جواز يعني هذا نقول به قوسين كما يسموها جماعة المسلحة سابقا الناس عندهمولادهم زادوا وما أعطولوش مجوازات الصفر يعني هذا هذا يعني هذا يعني سبح الله يعني غير منطقي يعني واحد صغير زاد مدارة لا عنده احتذنب يعني ما تغسط تلغي الطرف الآخر يعني ما تغسط تلغي الطرف الآخر يعني حق هذا حقه ومشروعه كجزائري يعني حقه يصل له القانون يعطيه له القانون هذا من ناحية كأنه أولاد الحرك مثال الحركي بابا غلط وليده واشدخله مانش اندفع له هذا أولاد الحركة الحركة على بل الجزائري يكره الحركة الحركة لكن واحد وليده حركي بابا حركي وطفوله جدار والله بنته يعني ظلم يعني سبح الله مهما كان يعني واحد آآ أنه حركي ولاده يعني مدار والو يعني هذا الظلم في حق هذا الناس كذلك أنا مش يقول لك أنه آآ الحركي آآ ندفع لي لكن يعني آآ كما نقول ما قياس غير ما عندهش منطق ما عندهش منطق يعني صراحة هذا أخوتي آآ آآ هذا ما نقوله فقط في فيديو صغير على كل حال على كل حال كأن الناس يوافقوا معايا وبالك ما يوافقوا معايا لكن هذو الناس جزائريين لازم حكومة تدير قرار بحطة الناس هذو الناس الجوازات التاحهم أخي أعطي لهم حياتهم كذلك يقرأوا لا يقرأوا كذلك عندهم أمور لا يقرأوا في الجزائر فهذا مجرد فيديو الله يأتي بساعة خير أخوتي سمحون أنا كلنا نجروا في البارك لكل حال يبقى رياضي يجري شوية بايد الرياضة لأنه هنا كل ما ندرش الرياضة ما تغشت تحن تمشي وما تغشت تدير أمورك هذو أخوتي واسلام عليكم بدون السننة السلام عليكم